الغربال أزمة لها لازمة الحقيقة كتير من أزمات الكرة المصرية دايما أزمة بدون لازمة فجأة تلاقي في مشكلة حصلت ولا لها أي لازمة لكن خادت حيز من الاهتمام وخادت جانب كبير جدا من اهتمامات الناس لكن هذه المرة دي أزمة لها لازمة بجد وتعرض لها الأساس حسن مسكاوي كما عرضها أكثر من جورنان لأن المسألة تتعلق بمشاركتين كبار فيهم تعارض تام الأهل في البطولة الأولمبية مطالب أنه هو يلعب في الدوري ومطالب يلعب في نهاية دورة أبطال أفريقيا حصل تنسيق ما تتنازل عن حد تلعب بدونهم رغم أن كابتن سادع وحافظة قال لك تعلمنا الدرس مش هنعمل كده تاني ده مش هيتكرر تاني أن أنت تتنازل عن حد أملا في أن المسألة يحصل فيها تنسيق فتدفع أنت التمن لكن اللي حاصل للحياة في التضرب اللي جاي مالوش أي فرصة لأي موأمة أو لأي تنسيق وهقول لكم ليه منديال الأندية باشموندس زي ما قالت المصر اليوم منديال الأندية وجدد الصدام بين الأهل والجبلية بوادر أزمة جديدة بين الأهل والتحاد الكرة والمنتخب الوطني بسبب تعارض مباريات منديال الأندية وكأس العرب خلال شهر ديسمبر الفيفا الحقيقة خدمة لقطر واللجنة المنظمة الكأس العالم عشرين اتنين وعشرين قال لهم علشان نجرب الفقاعة طبية وعشان نجرب الجراءات الاحترازية وعشان نجرب دخول وتنظيم الجماهير ما تعملوا بينكم وبين بعض كدول عربية منديال عربي وتجيبوا كل المنتخبات العربية وتبقى حاجة بروفا لكأس العالم كاتجروفا للإجراءات الاحترازية وللشروط التنظيمية ولدخول الجماهير ولإشغال الفنادي يجرب فينا يجرب فينا وأوكي لأنها كلها عرب في عرب فده شيء كويس لكن الأزمة جات فين طب إمتى عم الفيفا البطولة ده هتتلعب قال لك من واحد لتمنتاشر تسعة من واحد لتمنتاشر تسعة يعني الشهر الجاي ده شيء رائع جدا أو ديسمبر سوري من واحد لتمنتاشر ديسمبر من واحد لتمنتاشر اتناشر الفترة دي نفسها بالزبط من واحد لتسعة عشر ديسمبر هي الفترة اللي الاتحاد الدولي نفسه حط فيها كأس العالم للأندية في اليابان اللي حيشارك فيها النادي الأهل فأصبح الأمر ما بين الأهل يشارك بكامل قوته وبكل لعبته في كأس العالم للأندية في اليابان وكبتن حسام البدري المدير الفن المنتخب هيتكلم على احتياجاته للعبت الأهل الدوليين في بطولة مهمة برضو هنا كانت ايه اهميت بروف الكأس العالم ده التهم قطر ما تهمناش احنا يعني انت ما تيجي تقول لي لا بطولة كأس العالم للأندية دي بطولة فريق مصري له تصنيف فوق كل اي اعتبار كابتن حسام البدري بالعكس قد تكون فرصة بالنسبة له ان بعض الأسماء اللي برزت والناس بتشاور عليها دلوقتي باستثناء بقى لعبة الأهل مؤكد حيتركهم لنادي الأهل وهو ما فيش هزار في الحتة دي يبقى يروح يكتشف نجوم جدد ويكتشف يمكن وجهة نظر الاتحاد الدولي وهنا بجرد وجهة نظر لا يراعي فيها المصالح العربية هن كدت تيجي تعمل البطولتين وتصدر لنا مشكلة ما فيه فريق عربي في كأس العالم للأندية يعني هو ما كانش يقدر يعمل نفس البطولة في أوروبا لو تشلسي مطلوب لعبته معتالي يعني تقول لأوروبا يعملوا بطولة في نفس الوقت دولية تنشطية ما دي بطولة تنشطية تجريبية بروفا لكأس العالم أنك تعمل إجراءاتك كلها من خلال البطولة دي بس جربوا بعض يا عربي انتوا بدأ البطولة عندك وجربوا بعض خش الفقاعة تاخدوا كورونا نجرب فيه ها نجرب شوف فمش هيعملها في أوروب في التوقيت ده لأن شلسي مشارك أو في أمريكا اللاتيني لكنه يعملها عندك مش أنت البطولة عندك وعملوها أنا أعتقد أن المسألة لازم تبحث من دلوقتي وبيهدوه وبدون مزايدة من حد على حد طيب تحب أقولك طرح الأساس حسن مستكاو في الشروق لأنه قال كأس العالم للأندية وكأس العرب وقال مفاجأة سوف تقام كأس العالم للأندية في اليابان من 9 إلى 19 ديسمبر القادم وستقام بطولة كأس العرب للمنتخبات في الدوحة من 1 إلى 18 ديسمبر والمفاجأة ليست لنا لكنها للكرة المصرية اللطيفة فماذا تفعلت؟ هل يلعب المنتخب بدون لعب الأهلي الذي يشارك في كأس العالم للأندية كبطر لإفريقيا؟ أم يلعب الأهلي في تلك البطولة بدون لعبه الدوليين ونجومه الذين سيقع عليهم الاختيار لصفوف المنتخب لكأس العرب؟ وبيقول حسن مستكاوي سؤال طويل بطول عمرنا والمفاجأة أيضا واحدة من مفاجأات بطولة وبمباراة وبتصفية وإذا كان هذا موسما استثنائيا للكرة المصرية فإن نفس المفاجأة تكررت عشرات المرات قبل أن نعرف يعني أي موسم استثنائي؟ وسوف يطرح هذا السؤال الطويل الموسم استثنائي هو الموسم الطبيعي أصبح موسم الطبيعي هو الموسم الاستثنائي صحيح من كترة كرار الموسم غير الطبيعي كل موسمنا استثنائي وبيقول الأساس حسن مسكاوي نحن مبكرا وضع الاتحاد بجزائري حلا منذ نهاية العام الماضي لما حصلت التعارضات ديت لأنه قال نفس المفاجأة تكررت عشرات المرات قبل أن نعرف يعني موسم السسناء وسوف يطرح هذا السؤال الطويل ويكون محل نقاش إعلامي كبير ومحل جدل جماهيري أكبر كان الإعلام والجمهور هو من يجب أن يقرر كأن بينما المشكلة أن لعبتنا لا تعرف التخطيط والحسابات المبكرة وبيقول بيستند بقى لوقع لما حصل تضارب عند الجزائر قررت الجزائر تعمل إيه بالنسبة للبطولة العربية اللي جاية قال لك يشارك المنتخب الجزائري للمحليين المدعم بالمحترفين في الدول العربية في بطولة كأس العرب العشرة المقرر إقامتها في قطر ويقود هذا المنتخب المدير الفني مجيد بقرة اتنين منتخب المحليين اللي بيشمسل الجزائر يهدف إلى التتويق ببطولة كأس العرب وأن مشروع منتخب المحليين يرتبط ارتطباطا وثيقا بمشروع المنتخب الأول اللي بيقوده جمال بالماضي هذا القرار المبكر يمنح المنتخب الأول في الجزائر أفضل ظروف للإستعداد لخوض مباريات كأس الأمم الأفريقية للكاميرون يناير اثنين وعشرين وهذا هو معنى التنسيق والتخطيط بين فريق بقرة وبالماضي بيقول للأستاذ حسن مستكوي مصر ليس لديها منتخب للمحليين يساعد على صناعة جيل دولي جديد يكمل مسيرة الجيل الحالي للاعب المنتخب الأول ولا أعرف ما هي رؤية الإدارة الفنية للمنتخب الأول والإدارة الفنية لاتحاد كرة القدم بقيادة المدرب البرتغالي فينجادا هل هو موجود؟ ولذلك لابد من قرار سريع وفوري لمشكلة لعيب الأهلي الذي يملك الحق في المشاركة بكأس العالم للأندية بكامل نجومه بدون اللجوء لطريقة ينهي الفريق مبارياته في اليابان ويلحق الدوليون بالمنتخب في الدوحة وبالتالي على المدير الفني لمنتخب مصر كابتن حسام البدري حسم رؤياته واختياراته مبكرا علما بأنه من حق الأهلي الاحتفاظ بلعبيه وفقا لقواعد الفيفا إلا إذا كانت كاس العرب لها خصوصية دولية يراها الفيفا دي كلمة خطيرة كلمة خطيرة بتوريك بنتعامل في شؤون الكروية مع الفيفا إزاي إن إحنا دايما بتروح وإنت ليك طلبات غريبة فالناس ما بتاخدهك شيء بالشكل إنها تحترم أولوياتك بص يا أستاذ إبراهيم بص تحترم أولياتك لكن تحترم قواعد الفيفا بيقول يا حسن بن سكاوي إذا كنا نحترم قواعد الفيفا أيوة في حقوق الأندية الأوروبية بالضبط بقى قدم إرسال لعبيها إلى منتخبات بلادها في بطولات أو مباريات ليست ضمن أجندة الفيفا ده اللي كنت حقوقني فإن على الاتحاد المصري على الاتحاد المصري احترم حق أنديتنا في الاحتفاظ بنجومها مع ملاحظة أنه حين طالب ليفربول بتأجيل مباراة له في البريمير ليج أثناء مشاركته في كأس العالم للأندية رفضت الرابطة الإنجليزية التي تدير المسابق ولعب ليفربول مباراته وخسر بخمسة أهداف لأن الرابطة قوة منتخبة من الأندية صاحبة المصلحة في البريمير ليج وليس الاتحاد المنتخب من جمعية عمومية ثلاثة أربعها من أندية وهيئات لا علاقة لها بالدور الممتاز وهذا يجسد أهمية وقوة الرابطة التي لم تولد بعد في ملاعبنا على الرغم من محاولات استمرت خمستاشر سنة طيب هو سمع الانتروب بتاعنا ولا؟ وبيختتم الأستاذ حاسم من سكوه مقالاته المهمة جدا أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم قبل يومين أن منتخب المحليين سيلاقي المنتخب السوري وديا يوم الخميس ثم يواجه بروندي يوم الأحد استعدادا لمشاركته في بطولة كأس العرب وبيقول كده سيكة الكلام طيب عشان يبدأ أيوة أنا رأي سيكة الكلام عشان يبدأ ما احنا فيه ما تعمل بسرعة كابتن حسام منتخب المحليين المدعوم بالعبطة لا مش هيديلك حد مش هيجيلك تريزيجية مش هيجيلك محمد صلاح ولا النني ولا حتى حجازة من دور السعودي لا ممكن يجيلك لأن دي بتطل العرب واخد بالك وعشان كده هو قال كابتن حسن بذكاء خدوا لعبتنا المحترفين في الدورة في الجزائر واخدة بس هي الجزائر طبعا لأن عندها توسع في المحترفين أنا عايز أقول ليه بسرعة في النظر بقى مش هنقعد نعدوه ما بتيجي تفصل نظام ما بتفصلوش على ظروف كل واحد بتاخد المنطق الأعام دي بطولة عربية منتخبات عربية خد بقى لعبتك اللي في المتخبات العربية اللي في الدوريات العربية بالإضافة يطلعوا واحد يطلعوا اتنين يطلعوا ثلاثة خلاط ما تطلعوش ولا واحد خلاط هتعمل ايه إنما الفكرة كلها تلعب كاس العرب بدون لعبت الأهلي والمحترفين في أوروبا خلاص خلصت ما انت ما عارفش تجيب محمد صلاح يعني إزاي تجبرني إن أنا ديك لعبت ده انت مش هتجيب محمد صلاح النهاردة ليفربول بعت اعتذار للاتحاد المصري بيقوله المباراتين اللي جايين ليك اللي المنتخب يلعب فيهم مع أنجولا والجابون رسمي مبارات رسمية في تصفية كاس العالم بيعتذر ليفربول وبيقول للاتحاد المصري بنعتذر عن عدم إرسال لعبنا محمد صلاح نظرا للظروف الدولية في كورونا النهار المصري يا بنت البطة السودا ما ده اللي بقوله قال لك خايفين عليه من كورونا ولو رجع هيدخل في العزق لو رجع هيدطر العزق عشر فيه ما ينفعش إن النهار دي يتبصلها إنه عشان دول منظمين وإحنا مش منظمين أو دول مهمين وإحنا مش مهمين ما ينفعش تنظيم كروي ده عايزين نبقى زينا زي العالم عشان إذا كنا عايزين نرتقي لازم نحط نفسنا في الحتة اللي إحنا نستحقى نستحقى أو نأملها يا سيدي يعني زي كنت شاف إن إحنا ما نستحقش هزا نظار